بعد هذه الأحداث المتوترة والتي تزامنت مع استمرار التفجيرات والأعمال التخريبية استطاع نور المالكي الفوز بولاية ثانية لرئاسة الوزراء قرر طريق الهاشمي والذي كانت علاقته بنور المالكي متوترة أن يقوم بمحاولة تقارب أخيرة مع المالكي فقام بدعوة نور المالكي إلى مكتبه سعياً نحو صفحة جديدة فدعيت إلى مكتبي وفتحت صدري وقلت لأحنا أربع سنوات مضت فشنة سوية في تقديم شيء للعراق والناس بدل ما نخدمها إحنا ونقدم شيء جديد ضاعت بين ممحكات وسجلات بينه وبينك موقف الآخر فيا أبو استراء خلنوقف الموضوع خلي الآن ننصرف أربع سنوات القادمة للتنمية والعمار والتقدم وعلاقات رصينة والآخر أنت رمز من رموز الشيعة وأنا رمز من رموز السنة خلنبعد أيضاً بتوحدنا نرسل رسائل إلى شعبنا شو قال لك؟ قالوا والله هذا عرض المتاس فغداً غداً ننزل ميدانياً أنت نزل ميدانياً آن ننزل ميدانياً ونلتقي بالناس الآن ونبعث بهم الأمل أربع سنوات كانت عجاف على الشعب العراقي الآن خلي نتغير الصورة بالكامل خلي يشوفون أكو إنجازات وحامل حقيقي على الأرض وأكو مصداقية بالبرنامج نضع برامج واعدة لكن نعمل بطريقة مغايرة وبها فساد وبها ظلم وبها قهر وبها عدم احترام إنسان وبها سيادة فوق القانون وإلى آخر قالوا والله هذا عرض المتاس أبغى تذكر لي السبب الواضح بشكل دقيق السبب الخلاف ما بينكم أبغى بشكل واضح وش سبب؟ يعني أنا لا أريد أن أمدح نفسي وأذم الرجل خلي التاريخ يكتب عن هذا الرجل ويكتب عن الهاشمي خلافي مع الرجل هو ما نشر عنه في الفضائيات ما نشر عنه في مواقع الإنترنت يعني ما ذكره المرحوم أحمد الشلبي ما يتعلق بميزانية العراق ما يذكره دكتور العبادي حول الميزانية فارغة حول الخمسين الفضائيين ما ذكره الموضوع الالتزام بالعهود والاتفاقات التي تجري دكتور محمود عثمان من الكرد على سبيل المثال يعني ما ذكر ليه راحل جلال الطالباني عام 2003 ما يتعلق بالنسبة للطيارين ما يتعلق بالنسبة للعلماء والمفكرين اللي قتلوا نعم اللي كانوا بالمتسمين الحزب البعث ودور شدور المالكي في الموضوع هو طبعا يعني هو هو التهم بشكل واضح يعني هذا الكلام بينه وبينه وقال يعني 2009 نور المالكي قدم اضبار اتهامات على أي شخصية قدمها إلى الراحل الطالباني طالباني قرر الملف فرجع ليه فقال أبو يسرى هذه قصص لا ترقى أن تكون اتهامات فرجوك هذا الملف حفظه أنت ولا نعرض على الهاشمة قال ليه شي قال لي أنا رجل قانون ما أنت رجل قانون هكذا لكن الطالباني طانية الملف وعندي قصص قصص وراعيات وزج بها اسم الهاشمة وأنا لا أعرف الناس ولا أعرف الجرائم ولا كذا إلى آخر أنا خلافي مع المالكي هو قراءة سيرتي في النيت وقراءة سيرته في النيت ما هي حصيلة هذه التجربة تجربة الهاشمة وتجربة وقلي الناس وما يحكمون أنا اختلفت معه في إدارة الدولة أنا اختلفت معه في إدارة الأزمات أنا اختلفت معه في كيفية النظر وحرمة المال العام أنا اختلفت اختلفت معه في استخدام الصلاحيات الدولة لانتهاك الدستور والانتهاك القانون أنا اختلفت معه في موضوع العلاقة مع الدول الأجنبية خصوصا مع الدول مع الدول الدول المجاورة تكسد إيران شكرا هناك فرق بين أن تكون عندك علاقات رصينة مع هذه الدولة على أن تكون انت أداة في تحقيق نفوذ لهذه هذا خرق للسيادة هذه ليست علاقات عامة لرجل دولة يعني هذه مشكلة كبيرة في هذا الموضوع العنف إدارة يعني إدارة الأزمات ليس بالحكمة ولا بالعقل لكن بالعنف الرجال السماء جنود السماء في 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 النجف المجرى اللي حصد الحويجة المنصات اللي الفرمادي يعني ما في المبار المبار ما حصلت حقيقة يعني أزمة من الأزمات إذا ما أدرت بالعنف وسفك الدماء